بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادعله علماً يدفعوا به أربعة أسطور وألطف غرزة هيك عنوانة أربعة أسطور وألطف غرزة صبايا ولا أسهل من هيك ولا أحلى من هيك بيك تستخدميها لكثير من المجالات تريدي شالة، تريدي قبعة، بتريدي جاكيت شو بتريدي على كيفك؟ كيف بدك؟ على كيفك مضاعفات رقم خمسة أنا معاي هون 24 غرزة 24 غرزة وبدنا غرزتين للحافة صاروا 26 غرزة أخواتي ألطف غرزة بأربعة أسطور يلا رح نبتدي أنا وياكم معاي 24 غرزة بالإضافة لـ 26 غرزتين للبداية للحواف لابد من هون أخواتي لابد من هون أنا هون بلشتها ساويتها مشان جربها وأعرف أنه أنت بتعلم مصبوط كيف تنساوية سهلة جدا جدا يلا أول غرزة نسحب أول غرزة تمام؟ سحبناها أنت دك هون بتكوني بلشتي الريب تبعيتك الريب شو بدك الريب ساوي؟ لكن حتى لو بديتيها بدون ريب بعدين ساويتها داير كروشي كمان بيصير إذلك ساوي لفحة لللفحة بتطلع حلوة هي أفاها بتطلع حلوة منظرها حلو يلا هلا إذا انت بعد ما بلشتي بالريب أول غرزة عندك هاي بتسحبية سحب أول غرزة بتجينا مقلوب خلي الخيط على المقلوب هدولي الثلاثة لا في عنا أول شي دور دور ما اتفقنا أربع دوار سحبناها هلأ دور عديل كل هذا الدور عديل كله عديل إذا منبتدي الغراز أول دور العديل كلياته عديل طبعا هلا أنت نبلشي الريب تبعيتك بتساوي دور عديل وبعدها بتساوي دور مقلوب سهلة جدا هادا كلياته هيك عديل عديل للنهاية إذا دور الأول كلياته عديل وهي آخر غرزة نشتغلها بعكس الشغل مت ما تعلمنا يلا الدور الثاني مقلوب إذا في عنا دورين دور عديل دور مقلوب هو بداية الغرزة نسحبها نسحب الغرزة أول وحدة تبعيت الحافة ومنتابع هذا كلياته مقلوب مقلوب أخواتي مقلوب كلياته مقلوب هيك للنهاية كله مقلوب عملنا الدور الأول عديل والدور الثاني كلاته مقلوب شايفة لازم يكون بيناتها لازم يكون بيناتها دورين دور عديل دور مقلوب يلا هلا هاي الغرزة نسحبها قرزة الحافة قلبي اشتغلي هاي مقلوب معاك ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هلا غرزة عدلة غرزة مقلوبة نرجع منكرر بتجيك المقلوبة قبل الزهرة يلا عندنا ثلاثة هذو الثلاثة بناخدهم من أمام الشغل خلي ايدك رخوة اذا شديتي ما بتطلع الزهرة حلوة يلا هاي وحدة شايفة هذا الخيط شايفة الخيط ما بترجعي لورس النارة لا منفوقس النارة هيك وخلي ايدك رخوة ورجعي الخذيون ثلاثة معا رجعي الخيط تشتغلي العدلة شوفي هاي العدلة مشان تساوي لك هذا الفارق بين الشغل ترجعي الخيط لا ما مشتغل تشتغلي مقلوبة منرجع الخيط مقلوبة نجي ذول ثلاثة بناخدهم على المقلوب ثلاثة تمام بنعمل هيك بنعمل لفة مرض نرجع بناخد ثلاثة غرز بعد الزهرة منرجع نشتغل غرزة ونقلب الخيط نشتغل وحدة مقلوبة والثلاثة وهدول الثلاثة ها ثلاثة كمان ناخدها على المقلوب لاحظي لاحظي أختي كريمة الخيط وينه خيط أمام الشغل ما منرجع لورس النارة بنعمله هيك منلف بناخده بدنا نحن الحركة هي بدنا بتمييزة للغرزة بتمييزة هلأ فرجيك كيف بتمييزة رجعي الخيط تشتغلي وحدة عدلة ترجعي بترجع بتشتغلي وحدة مقلوبة لسات الخيط من أمام الشغل عنا ثلاثة نهائيات هدول الثلاثة تشتغلي يوم ما اشتغلنا غيره بناخدهم ثلاثة ومنطالعهم ثلاثة لاحظتي وين بنعمل هيك منلف الخيط وخلي ايدك رخوة وقت الزهرة وهي آخر غرزة غرزة عدلة لاحظوا أخواتي ليش عملناها هيك شوفوا بتعطي شكل هي اللي بتعطيكي هالشكل الحلو هاد هي اللي بتعطيكي والغرزة العدلة اللي مشتغلها هي بتعطي هذا الفارق بين الغرز لاحظوا بتعطيكي هادا الفارق بيناتهم بيطلع شغلك متل كأنه مقلم أو كأنه مربعات متل الوافل تطلع ولكن بشكل جديد هلأ دور المقلوب نسحب أول غرزة مثل عادتنا نسحبها بعكس الشغل أول غرزة هي سحبناها هلأ الشغلي مقلوب عادي هاي ثلاث غرز انتي أخطي ثلاث غرز صلعت ثلاث غرز بدك في الشغلي ثلاث غرز انتبهيها ما تنقصي غرزيك أبدا انتي اشتغلت ثلاثة وصالعت ثلاثة ما بينقص معنا شي أبدا أبدا يلا جينا هاي واحد المشهد ثلاثة شكرا